اليوم يوم حزين انا حزين فعلاً وجماهير القرى المصرية وجماهير الاهلي حزينة الاهلي اتغلب من سان داونز في جنوب افريقيا خمسة اتنين الاهلي لاول مرة فريق يحرص فيه عشر اهداف فيه مباراتين الشناوي اول حارس مرمى في تاريخ الكرى المصرية يدخل فيه عشر اهداف فيه مباراتين مع نفس الفريق الاهلي كان وحش قوي الاهلي ترتيبه التالت وموقفه شبه منتحي انه مش هيكمل البطولة دي وعلشان يكمل بالحسابات لازم يغلب القطن في الكاميرون وانا شاكد في ده بمستوى الاهلي ده ويغلب الهلال في مصر اكتر من هدف بشرط ان سان داونز اللي حيلاعب القطن فهيفوز سبعاً حيبقى عنده 13 نقطة فمنتهي ويهي حيلاعب الهلال في السودان فرقة الهلال فرقة قوية مش فرقة ضعيفة فوز سان داونز غلبهم هناك 1-0 ده غلب القطن 3-1 غلبنا احنا خمسة فحيعمل ايه يعني؟ فوارد انه يتعادل او يتغلب وارد انه يفوز بس ما فيش حاجة مضمونة اطلاقاً اذاً الاهلي وضع مصيره باقدام الاخرين كيف وصل الاهلي الى هذا المستوى؟ الاهلي بقالوا فترة وحش قوي حتى قلنا على مبارياته في كاس العالم الانديا كويسة رغم انه طالع الرابع هذا الجيل هو الجيل الاسوأ في تاريخ الاهلي تفسيري المتواضع ان الاهلي بيشتري لعيبة مفيش من ابناء الاهلي حد يعني النهاردة رامي ربيع مترب في الاهلي نزل كان عنده شوية حماس لانه مترب من صغره في النادي كهربا نفس الشيء حماس بس لكن اداء اللاعيبة في حاجة غلط المدرب عنده حاجات كتير غلط مدرب ما عندهش طاقة يصدرها للعبي المدرب بارد وهو واقف على الخط دايما نشوفه بس كورا وقلم لو شفته مرة بيزعق لو شفته مرة بينادي لاعب لو شفته مرة زي المدربين المتضحر شين كده لا هو بارد بارد ويبدو ان اللاعبين ما بيخافوش منه اللاعبين دول بازوا بياخدوا ملايين وهما تفهين فيهم عدد كبير تافي في الكرة انا ما بشتمش حد هما اشخاص على دماغي كله لكن هما خيبين خيبين لدرجة ان الاهل وهو بيشتري لعيبة ما بقيتش فاهم بيشتريها ازاي وهنا هعود للإدارة المحترمة إدارة النادر الاهل وحمله جزء كبير من المسؤولين الاهل منذ اكتر من ثلاث اعوام من ساعة وليد اذارو جيه ومشي ومش عارف نشتري مهاجم ليه انت بتتفع بالملايين والخمسة وعشرين والتلاتين والتسعة وتلاتين مليون لجنة التخطيط بتعمل ايه لجنة الكرة في الناد الاهل بتعمل ايه ما قدرش تشتري مهاجم واحد عدل طي المشكلة في المهاجمين ما عارفتش تشتري مدافع عدل كان قسامة جلال قدامنا وفضلنا نطميص وسبناه وعادي انيقول لا طالبين عشرين طالبين خمسة وعشرين تقال واحد بتجبوب مليون واثنين مليون وكنت بدوره على حد في ثلاثة مليون فين العين الخبيرة فينك يا أستاذ يا مهندس عدل القيعي فين اللاعب اللي كانوا بيجوا من إفريقيا وبنقيهم بالعين الخبيرة وهم عيال صغيرة بنيتوا عافيهم مبالغ لا تذكر ايه السبب في المبالغ الكبيرة اللي بتتدفع ومعودناش عارفين نجيب لعيب كويس ايه السبب النفسي اللي يخلي ولد صغير زي محمد عبد المنعم يبقى مغرور هذا الغرور وبيلعب بتعالي وبتخاني مع الحكام ايه اللي حاول حمد فتح من اللاعب مناضل الى لاعب بيدور على اخناقة حاكم جالوا فاول ساب الفرصة للأهلي وراح ادعى انظار فاش حاجة خالق لازم يعمل كده ونوقف اللاعب كنا هنقطعه رايح تتخاني مع الحكام ليه وكاد ان يعطيه انظار ازاي بقى عند 12 13 دي يا بقيين وانا بقى تربعة اتنين وعبر السلال لسه نازل رايح يوقف اللاعب وتتخاني مع الحكام فين اللي بيدير هذا مع اللاعبين كابتن سيد عبدالحفظ انت فين في سيطرتك على اللاعبين اللي كل واحد يعرف قدره ده الشاي الفانيلة النادي الاهلي ما هذا الاداء الهزيل ما هذا الفضيحة خمسة من سانداون تاني ومدرب محلي كان مساعد موسيماني يبقى انت واجاب لي مدرب اجنابي ومن سويسها وبتدفع باليورو وفلوس قد كده ليه ليه اذا كانت النتيجة واحدة احنا مشوفناش الاهلي بهذا السوق طلعنا الرابع في كاس العالم الاندي الساني اللي فاتت كنا التالت واللي قبلها كنا التالت ايه اللي يخلينا نطلع الرابع ايه اللي يخلينا نتعادل مع غزل المحلة مع الدخلية بصعوبة ايه اللي يخلينا نفوز على المقاولين بشق الانفس ونبقى متكتلين ورا وخايفين يدخل فينا جند التعادل ده الاهلي ده كان منظر فرقة راح تلعب سانداونز عشان يطبق فكره لا ده مش الاهلي والاهلي كاد خرج برجله اليمين ومعلق رجله الشمال وشك انه هيكمل واذا كمل اشك انه ياخد هذه البطولة سانداونز هو الطريقة الذي يستحق هذه البطولة فرقة بجد عندهم لعبة بجد محترفين الوقت بقى يفوت من الثلاثة اربعة عمري ما شفت كده جنين من ستين مفيش واحد دخل على لعيب ثلاث انفراضات لعبت الاهلي كلهم جوه المنطقة وببقى في انفراض عمركم شفتوا ده ازاي فيه سبعة من الاهلي وبقى في انفراض وانت في منطقة السيكس يارد ازاي لان اللاعبة ما تعلمتش ازاي توقع اللعب في الافصاير ياسر ابراهيم ومحمد عب منعم كانوا كارثة وضيحة حتى الجناحين حبيبي هاني بقى يجروا قدام ما يعرفش يرجع الوحيد الذي لعب في الاهلي اليوم هو بيرس التاو بازل مجهود عمل اللي عليه كان بيغزل لعب كورة عرضية كتير ملقيتش بنا ادم استاذ محمد شريف كان بلعب في الشورت ورا واقف كل شوية سد الشورت بتاعه مش فاهم قالوا الشورت لقوه على فخياده علشان يلعب وكل كورة يتخبط فيها يقع يعود له شوية انت شفتوا حد من سان داونز بيعمل كده هذه فرقة محترفة وهذه فرقة مفترئة فرقة محتاجة اعادة نظر على مجلس ادارة النادي الاهلي بخيادة الكابتن المحترب محمود الخطيب ان يراجع اوراقه ويراجع المسئولين اللي حاطتهم يقول لجنة التخطيط اطلعوا اقولولنا عملت ايه لنادي الاهلي جابت مين فالتا احنا في الاربع خمس سنين اللي فاتت جابين لعبها تعبانين ميكي سوني على حتى بيرس تاوي اللي اللعب بيلعب مطشين ويصاب عشر مطشات دا واللعب اللي جايبينه من برازيل نسيت اسمه ونسيت شكله اللي قلبنا الدنيا ودفعين في اتنين مليون وقلنا دا حاجة وبرازيل بقى ومش مقتنعين به شاد حسين اللي دفعنا فيه فلوس وقلنا حيجي تكسر الدنيا المدرب راكنو مش مقتنع به طب مين اللي بيجيب اللعيبة وبناءنا على ايه قلنا احنا داخلون بطولات عايزين للعيبة ولا لعب من اللي اشتريناها غير القندوسي بيلعب مع الفريق فيش حد موجود دا ليه لان التخطيط خطأ والاختيار خطأ انا مش هقول ان فيه فساد لان انا لا املك شيء انا هقول ان فيه اكمال وطراخي لا يليق باسم الاهلي والامل في الزمالك في المباراة القادمة وإلا اكبر فرقتين في افريقيا بالتتابع هيبقوا خرجوا ونبقى قاعدين نجسد حال الكرة المصرية الفقر شوفتوا منظر الجماهير خمسة وخمسين الف متفرد وإحنا قاعدين نقوله نقول ندخل الفين ولا تلاتة وبنجيب استثنى بصعوبة عشان يدخل عشر تلاف مين السبب في ده أزمتنا فين أزمتنا فين أن نلعب القرى بالجماهير والعيال لما يشوفوا الجماهير يتخضوا دا جيل ما شافش جماهير ما شافش الجماهير وهي بتديله على دماغه عشان يتظبط دا جيل ضعيف الإحساس مش هقول عديم الإحساس مش حاسس بالناس الجماهير هي الإحساس اللي بيوصل للعيب وهو في البلعب فالإحساس دا مش موجود واللعيبة مش خايفة اللعيبة لازم تخاف واللي مش قد الفينيلا يروح واللي ما يعرضش يجيب لعيبة للأهلي تستهل اسم الأهلي مع السلامة الأهلي نادي كبير ودخله كبير لكن مستوى فقير وعار أن نهزم في مباراتين عشرة اتنين من نفس الفرقة من نفس الفرقة ودي حاجة مش قادرة فهمها اللعيبة دول هيناموا ازاي هيجي لهم نوم ازاي وهم محزنين الملايين دي كلها وغاية